السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل الاسئلة القصة واسئلة السكيلز من الواحدة الحداشر. اول سؤال على اسئلة القصة بيقول لي. يعني هو عايز يقول ان الكلاب دي بتحمي صغرها بشراسة من اي حد يهاجمها او يلمسها. يبقى هو عايز سفة انت عايز قبلها حال. طيب. حماية بضراوة او بشراسة يبقى. طبعا ايدي معناها مكتوف الايدي كير رسلي باهمال بسفلي بامان. السؤال الثاني زالت الجير للبنت الصغيرة. نقط فور هيلب وينشي سو زي روبر. صرخت للمساعدة. عندما هي رأت اللص. صرخت للمساعدة يعني طلبة المساعدة يعني سكريمت فور هيلب. سكريمت فور هيلب يصرخ لطلبة المساعدة. رقم تراتة نقط فروم زي سي جارت من السجارة. سيت فاير. ناشى بحريق. تو زي هو البلدنج للمبنى كله. يبقى هو عايز يقول شرارة من السجارة انشاءة الحريق في المبنى كله. طيب شرارة يعني overheat spac. table closed ده مفراش التربيزة. والفاير فيتر رجل المطافي. فكما اربع بيقول افتر اي هاد اه اه جوت من جاير بعد ما انا اه صبت اي هاد ماي واند كلين دي جملة جملة سببية هاد ماي واند كلين يعني خلية الجرحة بتاعي يتنظف ويتعمل له ضمضات يعني يعمل له اربطة اتحجز او اتحبس خطيب نادا طول دهير اخبارها ان يترتدي فستين فتفاضة او فستين واسعة نقط نقط وانز ليست فستين ضيئة طيب لايت خفيف اه او ساطع زيانج ديفندر المدافع الشاب الصغير يعني نقط برفورمانس اداء المدافع الشاب ايه جعل كل واحد يعجب بيه يبقى الاداؤه الغير معقول يبقى انكريدابول اداؤه الغير مصدق او غير معقول اه زو تيناجرز بالرغم من ان المراهقين تند تو بي اندبندنت اه بيميلوا ان هما يكونوا عندهم استقلالية زي ستيل نيد ادلتس تو نقط زم هم محتاجين الاخرين ان هما يعملوا فيهم ايه بهم يرشدوهم طبعا مثليد يضل و تراب يحبس و اكيوز يتاهم بيقولي دونت بوت دونت بوت مشار برشار متضغطش على ايه انزا نقط افزا تي بوت للبراد او اه ينكسر و اه ينكسر و اه ينكسر و اه ينكسر يبدو قصير كما هي مع عملها بفيونكا او بشريت كما هي ايه ربطها بفيونكا او بشريت يبطايد اب كلمة ترامد تقلص و شيف يحلق و بوت قوت يطف النار دونت نقط يور ابتايد باي ايتينج تو مني سويتس عايز يقول ما تفسدش شهيتك باكل الحلوة الكتير با دونت سبايل كلمة فومت معناها يتقيق او القيق سوالو معناها يبتلع سكريم عصيح زا بوليس بليف ذات البوليس بيعتقد ان زا فاير النار وز ستارتد بدأت نوت باي اكسدانت ليست بالصدفة يبقى بدأت دليباتري عندا عنقذت زا دكتور ادفايز دا ماي فازر دكتور نصح ابي نوت تو ايجزيس ان هو ما تواجدش انهوت اند كراول البوليس في الاماكن المزدحمة والاماكن الحارة تو افويل عشان يتجنب الاغماء فينتينج كلمة فينتينج معناها خدعة سيرفيفينج يبقى على قيد الحياة وسبوينج يفسد زباد وظهر طاقس السيء زا كارجو طاقس السيء سبب الباخرة ان هي ايه تنقل الشحنة تو ليف زا بورت وعشان تغادر المطار في وقت متأخر بقى ستيمر ستيمر اللي هي الباخرة او السفينة كلمة سترايكر معناها المهاجم هاندلز مقابد تراي تو بي او بمستك حاول انت تكون متفائل دون تليت زي سليتل انسيدانت ما تخليش هذه الحادثة الصغيرة ديا نقاط يور دي تفسد يومك يبقى سبويل يور دي الجرح بيتسع الرباط يجب ان ايه يجب ان يشد وطايت طايت ناف يشد بطريقة كافية تسطوب بريدنج عشان يوقف النزيف كلمة باجي معناها فطفاد او متفخ لوز معناها فطفاد وليت يعني خفيف او ضوء زاوتنس الشاهد سيت زات قال ان زيان جمان ان الولد الشاب الرجل الشاب هاد هيت زا ازر كار ضرب العربية الاخرى اه هي دامش ديت اون بيربوس هو اعمالها عمدا اون بيربوس دي معناها دي لبريت في عمدا بسئلت my father is irish irish دي معناها ايرلندي يعني ابي ايرلندي طيب irish دي معناها ايه بيقول لي irish d معناها اللي بيجي بعد فربوس بيه طبعا صفة adjective they post love music هما الاثنين بيحبوا الموسيقى how many are they هما قد ايه بهم اتنين مابغوز بتشير لاثنين you should be open minded يجب ان تكون متفتح العقل ابا واتني وقال شرع عن الثقافات الجيدة experience خبرات open minded معناها ايه معناها open minded is a اكلمة open minded دي تبقى ايه تبقى طبعا صفة مركبة عشان فيها هاي فينا هي يبقى قم باوند adjectives positive adjectives معناها صفات ملكية frequency adverb ظرف تقرار زي always with you always sometimes positive adjectives صفات ملكية زي my وهير وهز transitive verb دفع فعل متعدي اه بعد كده رقم اربعة embrace your culture embrace يعني اعتنق اه this is اه نوات ده ايه ده طبعا بدأ بالفعل في اول الجملة يبدأ امر يبقى imperative imperative امر سببية question soal in an opinion essay في المقال في المقال الرأي we should give the reader يجب ان نقاط القارئ ايه نقاط to engage them عشان يشغلهم with the topic بالموضوع يبقى لازم نديهم ايه لازم نديهم hook hook جبلة خطة افية we can end and informal email نقدر ننهي الاميل الغير الرسمي with see you soon وشيرز وباي يبقى ايه وبي و سي جاية دي we use the question mark نستخدم علامة الاستفهام add the end of في نهاية الجملة الاستفهامية interrogative declarative دي جملة التصرحية اللي هي اخرى نقطة imperative اللي دي جملة الامر اخرى نقطة exclamative دي ايه جملة تعجب واخرى علامة تعجب what you have to do is revise your lesson اللي يجب عليك ان انت تعمله ان انت تذاكر دروسك طب دي اخرى ايه دي اخرى نقطة يبقى ابوط بس اخرى نقطة لان دي جملة تصرحية مش بس اران حاجة the opinion essay conclusion مقال الرأي نهاية مقال خاتمة مقال الرأي مالها grab up your paper بتلف اوراقك ولا restate the main thesis of the essay بتعيد ذكر الفكرة الاساسية بتاع المقال ولا is a summary that covers your idea ولا ملخص للافكار بتاعتك ولا non is wrong ولا واحدة خطأ اه طبعا اه non is wrong non is wrong ولا واحدة خطأ ليه بقى grab up your paper يعني انت بتلمي اوراقك يعني انت بتلخص الافكار اللي في الدماغة state زمين بتقول الفكرة الاساسية دي برضو في الخاتمة summary بتلخص الافكار برضو في الخاتمة يبقى كلهم صح يعني non is wrong ولا واحدة فيهم خطأ اه رقم عشرة تقول لي try to keep your car حاول ان تخلى العربية بتاعتك كليل نظيفة and will maintain وتحفظ عليك كويس it will sit more easily we use semicolons نستخدم semicolons نستخدم نستخدم الفلسطوب to ليه بقى نستخدمها ليه بدل بدل الفلسطوب عشان نعمل ايه علشان separate create او link to main closes نفسر او نربط اتنين main closes داشر when writing an opening essay عندما نكتب مقال رأي we shouldn't لا يجب ان احنا ايه use colloquial expression نستخدم اختصارات ولا use short forms نستخدم اختصارات ولا use emotion vocabulary نستخدم كلمات عاطفية طبعا a و b زي بعض و c نستخدم كلمات عاطفية يبقى كله all are ok يعني كلهم ما ينفعش نكتبهم في رقم 12 بيقول لي in an opinion is a في المقال الرأي the writer الكاتب بيعمل ايه states his opinion and support it with facts في مقال الرأي الكاتب بيقول رأيه يذكر رأيه ويدعمه ويقايره بالحقائق يبقى رقم ايه في رقم 13 in an opinion is a في مقال الرأي the writer الكاتب بيعمل ايه tries to convince people of his opinion بيحاول ان هو بيحاول ان هو يقنع الناس برأيه ولا doesn't try to convince بيحاولش يقنع الناس ولا introduce each paragraph with a topic sentence يقدم في كل paragraph topic sentence يقوم الاساسية يعني الكاتب بقى هنا ايه طبعا الكاتب طبعا الكاتب في مقال الرأي بيحاول ان هو يقنع الناس برأيه try to convince people of his opinion وintroduce برضو each paragraph with a topic sentence يقدم كل paragraph ب topic sentence يعني الاجابة بدل ما بيه 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 وC يعني رقم D بس بدل بيه طبعا في رقم 14 all of this should be done with when writing an opinion essay accept كل ده نقدر نعمله مع عادة A introduce each paragraph with topic sentence دي مظبوطا نقدم كل paragraph في جملة اساسية use phrases to organize and link your ideas نستخدم عبارات التنظيم وربط الافكار ده ماشي برضو معانا طب write in informal style نكتب باسلوب غير رسمي لا ده المقار لازم نكتب باسلوب رسمي يبقى write in informal style دي غلط رقم D write in a formal style نكتبه ب formal style صح رقم 15 which of the following is bank tweeted correct اليمين في دول تركيم تحهم صحية طب هو بدأ بالاقواس يبقى احنا ننهي بالاقواس وبعد كده نعمل كمى وبعد كده نقول سيد وريد كلام ده هنطبك على ايه كلام ده طبعا رقم ايه غلط ليه ايه غلط لان ما فيش كمى بعد الاقواس قبل كلمة سيد طيب رقم B غلط ليه لان وريد حرف صمول C هي اللي صح وD غلط ليه لانه فتح اقواسه ما فرهاش نيجي بعد كده للترجمة بيقول لي evolution is a term يعني التلوث مصطلح which even kids are aware of these days يعني التلوث مصطلح يدركه حتى الاطفال هذي الايام it has become so common that almost everyone acknowledge the fact that evolution is rising continuously معناها لقد اصبح شائعا بدرجة ان الجميع تقريبا يعترف حقيقة ان التلوث في ارتفاع مستمر الترجمة اللي بعد كده بيقول لي population اه اكسبلوشن الانفجار السكاني is a situation هو موقف where the economy of the country cannot cope up with لا يستطيع فيه اقتصاد الدولة مواكبة زاريب جروز النمو السريع off the population للسكان بيقول لي يمكن الالات ان تعمل بوطيرة سابتة لعدة ساعات او ايام دون توقف يبقى انا هقول له ايه mechanics can do work at a consistence for several hours consistence for several hours or days without stopping بيقول لي على الرغم من امتلاكها العديد من المزايا الفريدة الا ان الوسائل التواصل الاجتماعي تعتبر ان اكثر عناصر ضررا في المجتمع اذا لم يتم رصد استخدامه كيب انا هقول له despite having numerous unique advantages social media is considered one of the most harmful elements of society if the use of it isn't monitored نخش بعد كده على اسئلة التست you look at is you سألت تس الواحدة الحداشر وأول سؤال بيقول لي أنا أعتقد أن كل دولة يجب أن تبني في التراث القوم بتاعها يبقى هتبني روح روح الفخر برايد برايد الفخر نمو برايد اللي في راكم إيه معنى عروسة responsibility على المسؤولية risk grace الخزي أو العار بيقول لي history التاريخ كانت القص يمكن أن يخبرنا about a nation عن إيه كثير عن إيه الأمة أو الدولة يبقى يخبرنا عن طبعا roots أصل أصل الدولة roots يعني أصل أو جزر كلمة bark معناها اللحاء أو نباح النباح الكلبي يعني أو لحاء الشجرة أو كشرة كلمة rank معناها صندوق أو ساق أو بدن أو جسم الفيل أو بانطلون رياضي my granny جدتي says بتقول we should never forget لا يجب أن ننسى our culture نقط إيه الثقافي and where we come from طبعا لا ننسى التراث الثقافي بتاعنا يبقى كلمة التراث يبقى heritage باكيش طبعا يا بوا عندي كلمة hair معناها وريس يعني وريس inherit ورست لا الفعل يورس نيجي بعد كلا رقم أربع one of our one of our families not helps to create the local ميوز يمساله في إنشاء المتحف القومي و أحد مين أحد أجدادنا ancestors ancestors أجداد transistors ده مزيع صغير ورستسر وحدة المعالجة المركزية ساكسسر الخلفاء for a country بالنسبة للدولة to continue to grow عشان تستمر في النمو need to not change يجب أن إيه تعتنق التغير تعتنق التغير يبقى embraced قادل يعني يحضن و هج يعني يحضن وكلمة embrace معناها يعطنك أو يتبنى أو يعانك our seeing خديجة on seeing خديجة عند رؤية خديجة for the first time لأول مرة عبدو نقط in love with here عبدو سقطة في الحب معها يبقى fail fail يفشل وفلد اللي في رقم دي معناها ملأ exam markers exam markers have two نقط two subject student book and work book when setting final exams exam makers صناع الامتحان يجب انه هما ايه كتاب المدرسة وكتاب الwork book عند انشاء الامتحانات النهائية ويجب ان يكونوا ملتصقين بي على اتصال بي يبقى stick two attach يرفق اه بفور ما ينجز او يقدي وفلو رفيق فلو يتتبع زى oblesk oblesk يعني المثلة is landmark يا معلم not can be seen from far away نقدر نشوفه من بعيد يبقى landmark ده معلم ناخد له ايه المفروض ناخد له which طب ايه اللي بادل which landmark ده غير عاكل يبقى عايزين which يبقى ما فيش بقى في which بناخد z طبعا هو للعاكل ووير للمكان وانا بيتكلم دلوقتي على شيء مش على مكان بيقول لي السامح is my neighbor gory not is no well known معروف for his generosity لكرمه يبقى النابر ده عاكل يبقى انا بقى اخده the furniture factory مصنع الاساس is the place my friend this friend works at place ده مكان يبقى انا عايز which او where في حرف guard في الاخر اهو يبقى بجيب ويتش لان where بتيجي من قبل حرف guard وعشان اجيب where لازم اشي القاتل في الاخر دي ممكن اجيب ويتش خلي بالك وممكن اجيب ذات كمان في الحالة المجولة دي دلوقتي حالة الحرف الجر ده did you know هل انت تعرف the old man النقاط car دي ملكية يبقى هوز اسمه اسمي ما بينهم هوز the class is to الفاصل ماله is to نقاط for me الكلاص ماله for me هوز يقول الفاصل مهد بسرعة مهد سريعة مهد بسرعة ليا طيب كلمة فاصل سريع هي هي الحال ما فيش حك اسمها فاصلي يبقى كل فيهم فاصلي يدو غلط يبقى ايه يبقى فاص بيز is to فاص بيز for me فاص بيز ما بيتعمل بيتعمل دايما بينهم هاي 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 تلات عشر خلي بلك ان فاص بيز ومن غير اسم يبقى لها لان فاص بيز دايما تجيب الهايفن رقم 13 التكم خلت مني اناور ساعة توريد نقط ايسي ايسي ده اسم يبقى انت عايز صفة مركبة فيها هاي يبقتين بيج تطلع برة ده رقم و 5 بيج تطلع برة برضو لانا فهاش هايفن 7 بيج ولا 8 بيج ورجل اي ال ا و ا ما تجيش قبل ال ا لان ا متحرك يبقى 7 بيج زي نقط جير ل سيد هالو تو مي البنت اللي ايه او عايز يقول البنت الجميلة جدا قالت لي اهلا قالت اهلا لي قالت اهلا لي يبقى زي very beautiful طبعا very beautiful اخلا بلك ان في هنا اسم جير بس يبقى ما فرض تيجي صفة مركبة طيب من اللي هتيجي الاول very ولا beautiful طبعا الحال بيجي قبله الصفة يبقى beautiful very دي ما تنفعش وبيوتفل very برضا ما تنفعش لان اصل الكلمة تبقى very beautiful اخد اللي فاها hyphen الملهاش باخد اللي مفاهاش ليه باخد المفاهاش لان very ما بيجيش بعدها hyphen 15 choose a compound object فطار الصفة المركبة اللي بتكون من ناون اسم و present participle present participle يعني الفعل ing و participle يعني التصريف الثالث ان اللي عايز اسم والفعل ing اسم اسم ماوس watering ماوس وطار رقم بيجيش ايدنتفي حدد الاتحاد عشان نجيب ايه الاتحاد المركبة فين بقى هيا الكلمة الهي 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 تصريف ثلاث يعني باست بارتسبل يبقى رقم بي الهي 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 رقم 17 after a while بعد فترة I decided to leave صممت ان انا اغادر which part of speech is the word while كلمة while دي من اي انواع طبعا while هنا معناها ناون فترة the period يبقى ناون مش معناها اداة رابط مش معناها conjunction تمنتاشر if you sign up you can do it these two closes are joined together with a note في جملتين دول مرتبطين بايه مرتبطين طبعا بكومة كومة قدامك اهي if you sign up وكومة you can do it مرتبطين بكومة دي اسمها I also have a group of Egyptian friends Also يعني ايضا also شو بتبين ايه بتبين addition اضافة. طبعا رزالة النتيجة وكوز السبب وكنت لها ستناقض. انا ما زلت على اتصال مع اصدقائي الارش. الارش هنا ايه? الارش ده اسم? يبقى الارش نحن نيجي بعد كده. القطع طبعا في كورس القطعة. محلولة. نيجي للترجمة. بيقولي education differentiates us from other living beings on earth makes us the smartest creature and enables us to face challenges of life efficiently. معناها ايه? معناها يميزنا العلم عن غيرنا من الكائنات الحية على الارض. ويجعلنا اسكى المخلوقات ويمكننا من مواجهة تحديات الحياة بكفاءة. family is a blessing not everyone is fortunate enough to have. however those who do sometimes don't value this blessing. معناها الاسرة نعمة ليس كل شخص محظوظا بما يكفي الحصول عليها. ومع ذلك فإن أولئك الذين يفعلون ذلك في بعض الأحيان لا يقدرون هذه النعمة. نيجي بعد كده للترجمة العربي. بيقول لي يمكن الكتب المفيدة أن تسري معلوماتك وتنير عقلك وتقولك في الاتجاه الصحيح. بيقول لي لا غنى عن الأشجار لأنها تمنحنا هواء النقير للتنفس. وطعاما نأكله ومقوى من أشعة الشمس وغطول الأمطار. يبقى فوتو ايت. اند شلتر. فروم سانلايت. اند رين فول. وبكده نكون خلصنا الواحدة الحد عشر كاملة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.